وما تخافش على الأهل الطول ما الأهل فيه هذا النظام الدقيق عايز أقول لكم المهندس عدلي إحنا مفتقدين ومفتقدين تواصلوا معنا لكن أما وإنه موجود في البعثة كرئيس لشركة الأهل لكرة القدم يعني موجود بصفته الإدارية فبالتالي خلاص خضع لإجراءات الحظر الإعلامي داخل البعثة اللي رئيس البعثة الدكتور محمد شاوي بيفرضه على الجميع علشان يوفر للبعثة كلها وللفريق وللعيبة أعلى درجات التركيز والهدوء والالتزام أفراجكم على صورة تعرفوا جزء من تقاليد الأهل الإدارية عشان تعرفوا أن حالة الانضباط الإداري أو اللي بيسموها اليومين دول الحوكمة مش من فراغ الصورة دي يا جماعة وفد مجلس إدارة النادي الأهل اللي موجود في العين كان في تكريم الفريق روكن سعيد خلف الرميسي السيد الفريق روكن سعيد خلف الرميسي بيكرم البعثة شوفوا موجود السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي لكن مين بيكرم المسؤولي الإماراتي وبيشكره وبيديله فنلة الأهلي ودرع النادي الأهلي وعالم الأهلي الدكتور محمد شاوي عضو مجلس الإدارة العضو أقل من نائب الرئيس لكن المكلف من مجلس الإدارة برئاسة البعثة هو الدكتور محمد شاوي فهو الممثل الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الحدث لو الوزير العمري فاروق وهو نائب رئيس النادي أو المهندس خالد مرتاجي وهو أمين السندوق لو عايزين يتكلموا في أي حاجة بيرجع له الدكتور محمد شاوي رئيس البعثة هنا ده دي الحوكمة بجد يعني موجود الوزير العمري فاروق المهندس عادل الخياري دكتور مهند مجدي ستاري أنديل اللي جنب الدكتور مهند مجدي ده الأستاذ علي الأنصاري إماراتي صديق وشقيق مهتم جدا بالنادي الأهلي وهو اللي نظم هذه الفعالية في التكريم لكن بقول لكم هنا تبان تقاليد النادي الأهلي والنظام الإداري للنادي الأهلي لو كابتن الخطيب موجود مش نائب الرئيس بس اللي أستاذ العمري فاروق حيسلم الدرع وهيكرم عضو مجلس الإدارة لأنه ده مكلف من مجلس الإدارة ده مفوض من المجلس اداله مسؤولية رئاسة البعثة فهو اللي بيمثل للأهلي بشكل رسمي حبيت بس أشرح لكم الأمور بتمشي ازاي في الناحية الإدارية اللي بتطمينكم على استقرار النادي الأهلي إداريا وده الجانب المهم جدا